وعودة إلى الخبر الأبرز حيث اكتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل الكامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية اكتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير والتعاون المتنامي مع شركة CMA-CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار حيث توجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي لوجستيات والتجارة وذلك في إطار الخطط التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي